الان نتوجه جلاء لماذا اربعة وعشرين فقط? بالزبط كده. يعني السؤال اللي احنا عايزين اه يعني النسمة عجبته من اول اللقاء. ايه بالزبط. اه. بس هو اللي بيحصل ان يعني هي بيقدم الضغط على. تمهيد طبعا. ثم زر ثم زر. تمام. من الاكلة الهامة ومن القصول الهامة. صحيح. ده ما تعلموا جميعا يعني احنا تاريخنا يعني تاري يدن جدن. نرجع مرجع. عندما ده الشنت على الحملة والتكشين الحملة على فكرة كان عامة. يعني حاملة محاولة اقناع آآ وزارتنا الجميلة النصيطة. وزارة الفياحة والفافار. بانه احنا نخلي يوم اربعة وعشرين اغسطس من كل عام يوم الهيروغليفية الحنانة. نعلم العالم الهيروغليفية الصحيحة. نعلم اطلنا في المدارس الهيروغليفية الصحيحة. ومعلم كمان شبابنا في الجامعات. حضرتها بتشوقنا. برضو ايش معنا اربعة وعشرين. بالضبط كده. الصحة وعشرين اغسطس. هو اليوم الذي تم نقش فيه. اخر نصف اييروغليفية على جدار حجري في تاريخنا عدامين. نحن الغيب. وانا بتكلم حضركم دلوقتي كده. الله رأعلم ايه اللي جاي في المستقبل القريب او البعيد. لكن الحد وانا بتكلم حضرتك دلوقتي. اخر نص جيروغليفية. تم نقشه على جدار حجري. تاريخه. تاريخ النص ده. اربعة وعشرين من عام تلتمية اربعة وتسعين ميلادية. هنقول تاني الرقم عشان نتبه كلنا مع بعض. اربعة وتسعين ميلادية. يعني ثلاثة تسعة اربعة ميلادية. وقد ده منتعرفت الكلام ده منين يا بس ايان او يوجد دراسة عملت في المتحف البريطاني عندما كانوا يكتبوا عن الهيلوغليفيات والروحة الرشيدة الحجرية المصنخة عن حجر الرشيد. وبالمناسبة المتحف البريطاني بدأ تستخدم منذ مدة كلمة ومصطلح ستيلة. سي اي ال اي. يعني لوحة حجرية. بدل من ستون. يعني بدل ما تبقى بدل ما تبقى حجر رشيد. بدأ يستخدم لوحة رشيد الحجرية. وطبعا ده اللي انا كنت بقى طالب ديه منذ سنوات. لابد جا ما رجعني. الجدار ده فيه? والنصد ده فيه? وعرفتنا منين? عرفتنا منين? عندما تم الدراسة معتبرة. قدرت انها تتواصل الى معتبرة. مع دراسة التقاويم المختلفة. ودراسة الاوقات والازمنة وعدد السنين والايام والشهور بين الحضارات التي دوالت على مصر. من مصر يا قديمة ويون يا رومانية ومن 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 حتى الحديث. بطاع ان هم يقولوا ان المقابل التاريخي والزمني لكتابة هذا النص ونقشه على جدار حجري. يوافق اربعة وعشرين غسطس من الكالنبر بتاعيتنا دلوقتي او من نتيجتنا دلوقتي او من التقويم السنوي بتاعنا دلوقتي. اربعة وعشرين غسطس. سلطة مية اربعة وتسانين ميلادين. دي قصة النص ده. وهو بخين. علشان هو ده المكان اللي سيتم زيارته وتصويقه سياحية كل عام. عشان نعمل الرحلات المسوقها في سياحية في العالم كله. يا عالم تعالوا يوم اربعة وعشرين غسطس وسط رحلتكم. خلي رحلتكم تبقى حوالين اربعة وعشرين غسطس. عشان يوم اربعة وعشرين غسطس. تقدروا طافوا قدام هذا النص. ونحتفل جميعا بهذا النص. طيب. اين هذا النص? هذا النص في اسواحنا. في الجنوب العظيمة المصري المنوبي المصري. طيب فين بالتحديد على جزيرة الجيليكية في نعاب السيلة. طيب برضو فين بالتحديد هذا النص هو كائن على حق بوابة الامبراطور الروماني هدريان. اللي احنا بنسميه في اللغة العربية هدريان. هدريان امبراطور شهير في عصر الروماني. في وقت احتلال الرومان في مصر. هو حكم حتى عام مية تمانية وتلاتين ميلادية. هذا النص من عابد فيلة باسوان على جزيرة الجيليكية دلوقتي كانه الجديد لان كما نعلم جميعا ان عابد فيلة تم انقضها من المياه وتم تقطيعها وتم اعادة رفضها تلك الاحجار الامة. اعادة رفضها على جزيرة الجيليكية في اه في اسوان العظيمة. احنا هنا بالمناسبة مش بعيد عن جزيرة بيجا. جزيرة بيجا. ولو تسمحوا. حطوا كلمة على ورعة دلوقتي عشان هرجع لكم في دقائق معدودات كده. هرجع لكم على جزيرة جدا 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 جزيرة. الكلام اللي احنا بنقوله النهار. طيب. تمام. ادريان مشهور بايه? اه. الانفراطور ده مشهور بحاجتين. مشهور ببنائه بالاسوار. ولذلك في اوروبا في حاجة اسمها او حائط هدريان. اه. هو مشهور بكاته. مشهور ان هو كان بيبني اسوار. طبعا البناء هنا له اسباب عسكرية. له اسباب حروب وميزال عسكري ومواقع عسكري وكذا. وداني حاجة بتشهره في مصر انه ليه بوابة حجرية طاقية في معابد فيلة تم تشهرها. في معابد فيلة اللي بتحول كما نعلم جميعا اسماء مصرية قديمة. واسماء اطلمية يونانية اطريقية. واسماء ايضا رومانية. ومنها الامبراطور ادريان. والامبراطور او تراجان. كلكم وانتو داخلين على معابد فيلة او وانتو مغادرين في المركب المتربوت المركب المتربوت. هتلاقوا في كوشك تريجين او كوشك تراجان او تريجين كياسك. الانجليبي. وهنا ده معابد لكن يطلق عليه كوشك. المعابد ضخم جدا ليه? اعمدة رافعة الجمال. طيب. نرجع مرجوعنا للنص. هذا النص. لزبط عايزين نعرف ايه النص بيقول ايه? طيب. اعرف تاريخه دلوقتي. هو نص مش طويل على فكرة. اعرفنا تاريخه من حضرتك. نقص نعرف النص محتوى النص يعني. سمان. اه نحاول ان احنا يعني ننهي كلامنا النهاردة عن اه اربعة وعشرين اغسطس وهذا النص الجميل. في قراءة سريعة لنص قصير جدا. لكنه اهم جديد. يقول النص. امام مندولس. امام مندولس. مندولس ده معبود نوبي. معبود اسطوري نوبي. مندولس. امام مندولس هو اللي كاتب الكلام ده يقول لك انا يعني امام مندولس. امام المعبود. ابن حورس. يبقى امام مندولس ابن حورس. بيد يعني النص ده مكتوب. بيد نسمتر اخم. نسمتر اخم بالمين. ده ده اسمه. ابن نسمتر بيقولك بابا اسمه ايه يعني? اللي كاتب النص ده بيقولك والده اسمه اسمه نسمتر. يعني هو على اسم والده. هو على ما يبدو ان ده الكاهن ده. الكاتب النص ده. هو تسمى على اسم والده. هو اللي كاتب النص اسم نسمتر اخم. هو بطبا اسمه الكاهن الثاني ده النصر هارجعنا هو داني. الكاهن الثاني لجزيز. الكاهن الثاني للمعبودة الشهيرة النصرية. في سبحان عارسين طبعا. الجزيز تتعلق في الجنوب في اكثر من مكان دايق في لها. لكل الزمن والابدية. لكل الزمن والابدية النصر اليوم. اخر حاجة في النصر كلمات نطيقات واسطة رب اباتون المعبود العظيم. صادل ان احنا نعرف يعني ايه اباتون? معبود اباتون دي ولا رب اباتون ده المعبود العظيم ده. مين اباتون ده? ويعني اباتون دي تسميه جديد احنا اقول مرة ونسمحه. اباتون ده يا جماعة هو المكان في الكتاب حاجة بالمجليزي اي بي اي بي او ان. اباتون. هو مكان دفن وصير. هو مكان دفن وصير الرمض. الوصير اللي هو زوري. كيبا المكان اللي اتدفن فيه رمضيا زوري في المعبود الاسطوري. اطبق عليه في ذلك النص اباتون. ده على فكرة على جزيرة بيجة. ده انا تاني اهو عشان او طلقوا. اقول لكم حاجة مهمة على جزيرة بيجة. جزيرة بيجة يا جماعة مجاورة للي ما راحش. اسمان. جزيرة بيجة مجاورة لمعابد فيها لها. نقول اخر حاجة مني ديها. النص كل على بعضه. امام مندولة ابن حورس. بيد نسمتر اخن. ابن نسمتر. الكاهن الثاني. بيجتاد. لكل الزمن والابدية. كلمات مطقت بواسطة مندولة. رب ابتون المعبود. الله عظيم. ده نص اللي موجود على الحجر. ده اخر نص على بوابد هدريان. الى كل ظاهري معابد سيلة. لو معاك المرشد السياحي اخذك الذكيج الى هناك. معاكش مرشد سياحي. اسأل كل المسئلين عنه المعابد هناك. كلهم لو تطمعوا وعايز اروح بوابد هدريان او بوابد هدريان. عشان عايز اشوف النص الاخير. وبالتالي لو انا قدرت اصوق هذا النص في اهميته. وبالتخوص بتاعته. وبشرحه زي انا احنا شرحناها النهاردة. في حلقتنا مع بعض. ومرة تانية بكرر. للي متماعش الحلقة منهولها. يستطيع ان هو يشوف الفقرات. هتمزل على عيد اجزاء على الانترنت. واستطيع ان هو يستفيد بها الطلبة والعلماء. وانا في انتظار رب فعل وزارة العثار والسياحة وعلمائنا. الاجلاء على كل اللي احنا طرحناه على معايدة الحول.